أنا مواطن يا وطن واهتمامي بكتافع عشك جذورة عميقة من دونك أطالب ودافع وحامي وطفية الفتنة اللي يا شبت حريقة لكن علي أشوف ميسمك حامي وقفت ذعا ذي عن نسيمة الرقيقة متى تجي دعواك برد وسلامي وترجع مثل ما كنت دوحة وريقة في ظلها عشنا عزاز حشامي لو كان ما عشنا الرفاه وبريقة واكبر دريلي قر صحة كلامي ما نشهده بالساعة وبالدقيقة فيما مضى ما يسجن ألا الحرامي واليوم يسجن من يقول الحقيقة أنا رحت كمواطن أحمل هموم الجميع أنا مواطن ساء يعني حالي من حال أي مواطن يذهب إلى مواطنين هم ليسوا نواب هم كانوا نواب الآن هم مواطنين حالهم من حالنا بل على العكس نحن نصوتهم ليصوتهم الآن نحن في بلد الكويت هذه البلد العظيمة البلد المعطاه أول مرة أنا صراحة وأنا منهم وأفتخر بهذا الشيء أن نكون الشعب يدافع عن نوابه نحن لم نتخلى عن نواب نحن حضرنا لنشهد ونسمع ونرى ونعطي انطباعا جيدا عن ما نسمعه وما نراهه لا نتكل على وسائل التواصل نحن حضرنا لنسمع ونشارك والكويت ليست حكرا لأحد ولا يختزى الإصلاح في المعارضة الكرتونية التي أصبحت نمور من ورق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر